أعلنت مدرية الصحة بالدقاهلية إطلاق قافلة طبية داخل قرية قراش بمركز ومدينة بلقاس بالدقاهلية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة بدوره يقال وكيل وزارة الصحة بالدقاهلية الدكتور شريف مكين إن قوافلة تشمل جميع التخصصات وصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية جميعها بالمجن وأوضحت مدرية الصحة أن قوافلة تستمر لمدة يومين بقرية المستهدفة لإجراء الكشف الطبي على أكبر عدد من المواطنين المستحقين وإجراء التحليل والأشعة اللازمة وتحويل من يستحق الأقرب مستشفى لإجراء العمليات اللازمة وذلك بالمجن